موسيقى هذه نشرة مفصلة للأنباء من الميادين وإلى العنوين موسيقى الجماعات المسلحة تواصل استهداف أحياء حلب الجيش السوري يرد بالغارات وكير إلى جنيف لبحث تثبيت وقف الأعمال القتالية موسيقى معصوم والعبدي يضعوان إلى التهدئة المتظاهرون يخلون مبنى مجلس النواب واجتماع طارئ للرئاسات العراقية الثلاث المبعوث الدولي إلى اليمن يقول إن طرفي مشاورات الكويت قدم رؤيتهما للحل في البلاد موسيقى أهلا بكم نبدأ نشرتنا من التطورات الميدانية في حلب شمال سوريا فقد استشهد سبعة مدنيين وعصيب آخرون بجروح نتيجة سقوط قضائف صاروخية أطلقتها الجماعات المسلحة على أحياء عديدة في المدينة الطائرة الحربية السورية شنت سلسلة غارات على مواقع المسلحين في أحياء عدة كما استهدفت مراكز داعش في مدينة الباب رضا الباشا حي بن زيد الحي الأشهر في مدينة حلب من هنا تقصف الجماعات المسلحة أحياء الأشرفية السريانة وصولا إلى المجامب وشارع النير والسبيل والخالدية بعشرات قذائف الهاون يوميا في حي الأشرفية انهارت هدنة وقف إطلاق النار في حلب مائة قذيفة صاروخية أطلقتها الجماعات المسلحة على الحي قبل ثمانية أيام أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحة في يوم واحد من هذا الحي حي الأشرفية ينقسم إلى قسمين قسم تحت سيطرة الجماعات المسلحة وآخر تحت سيطرة الجيش السوري من هذا الحي بدأت الجماعات المسلحة خرق الهدنة على أحياء حلب الغربية من هنا بدأ القصف وأدى في يومه الأول إلى سقوط ثمانية شهداء خمسة منهم في حي الأشرفية القصف لم يستثني أي منطقة دمار وشهداء شكلوا الضغط الشعبي الكبير المطالب بالرد على مصادر القصف أنا بسطت دخول بسطت مواد غزائية ما لحنا طبت الجرة وراي مباشر ما فجرت أول مرة ظلت تجاه لمشفى الرحمة وانا شفتها رح تنفجر أنا بطحت في الأرض وفجرت هذلك الوقات ستطحس وشتظاية تنزل فوقي المشكلة نحن هنا عايشين بحال الدمار شوفت أن البيوت كلها مدمرة أول يوم بعد الهدنة ساقط هنا تقريبا من قرب 140-150 جرة الجيش لا رد ولا سوى أي شيء ثاني يوم زاد الجرر وزاد الشهداء وزاد الدمار لبيوت هنا هذا البيت حرقت فيه عائلة كاملة ألفا قذيفة هاو وصاروخ أطلقتها الجماعات المسلحة على حلب ولأول مرة تستهدف المباني السكنية بصواريخ ثقيلة خلفت دمارا هائلا في الأحياء القريبة من مناطق سيطرة المسلحين في الأحياء السكنية القريبة من خطوط التماس كلما توغلت في هذه الأحياء تلاحظ حجم الدمار دمار يحكي نوع الأسلحة المستخدمة في قصف المدنيين في هذه المناطق دمار أدى إلى انهيار أبنية سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها ونوع الأسلحة صواريخ محلية الصنع يتجاوز وزنها الخمسمائة كيلو جرام تسميها الجماعات المسلحة حمم أو مدافع جهنم هو واقع حلب كل ما فيها يدمر لا مكان للبشر أو حتى للحجر حرب أكبر الخاسرين فيها أطفال المدينة رضا الباشا حلب الميادين رئيس الاتلاف السورية المعارض أنس العبد طالب جميع المجموعات المسلحة بدعم المسلحين في حلب وفي مؤتمر صحفي في اسطنبول قال العبد أن المسلحين لهم الحق بالرد إذا استمرت القوات السورية مدعومة من روسيا بخرق الهدنة وبخصوص المفاوضات أكد أن الانتقال السياسي هو الهدف الرئيسي منها حسب بنود هذه الهدنة هناك حق للكتاب المقاتل للثورة السورية بأن ترد على مصادر النيران وأن تقوم برد الاعتداء وبالتالي الهدنة لا تعني على الإطلاق بأننا لن نقاتل ولكن إذا ما احترم النظام وحلفاء هذه الهدنة فسنحترمها بالمقابل وإذا قاموا باختراقها فسنقوم بما يجب علينا عمله من أجل الدفاع عن أنفسنا وعن شعبنا أكد نائب وزير الخارجي الروسي جيندي جاتيلوف أن بلاده لا تنوي الضغط على دمشق لإيقاف العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في حلب جاتيلوف لفت إلى أن موسكو تدرس مقترحة واشنطن بشأن فرض نظام رقابة مستمر على وقف إطلاق النار في سوريا كما نفى أي لقاء قارب على مستوى رفيع بين روسيا وأمريكا حول سوريا مؤكدا أنه لا يستبعد إجراء تعديل على الجدول الزمني لمباحثات جينيف يتوجه وزير الخارجي الأمريكي جون كيري إلى جينيف سعيا إلى تثبيت وقف الأعمال القتالية في سوريا المتحدث باسم الخارجية جون كيربي قال أن كيري سيجري الأحد والاثنين في سويسرا مشاورة مع الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا ومن المقرر أن يجري أيضا مباحثات مع نضرائه السعودي والقطري والأردني واستحديث عن احتمال انضمام وزير الخارجية التركية إلى الاجتماعات قتل عدد من المسلحين في استهداف الجيش اللبناني مواقعهم في وادي العوين في عرسال شمال شرق لبنان بحسب بيان لقيادة الجيش البيان أشار إلى أن الطائرات المروحية وراجمات الصواريخ التابعة للجيش استهدفت مقرا قياديا للمجموعات المسلحة في وادي العوين ما أدى إلى تدمير المقر بالكامل إضافة إلى مستودع ذخائر وآليات ووقوع قتلى وجرحة في صفوف المسلحين قال الرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن مدينة بغداد أصبحت تحت سيطرة قوات الأمنة وخلال جولة له في المنطقة الخضراء التي اقتحمها أنصار الطيار الصدري أمس دعا العبادي المتظاهرين للعودة إلى الأماكن المخصصة للتظاهر وإلى الالتزام بالسلمية تعال الرئيس العراقي فؤاد معصوم الرئاسات الثلاث إلى اجتماع طارئ بعد اقتحام أنصار الطيار الصدري مجلسي النواب والوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد في وقت أوعزت فيه قيادة الطيار الصدري لأنصارها بالتوجه إلى ساحة التظاهر في العاصمة العراقية محمد الفهد أجلت جلسة مجلس النواب العراقي لعدم اكتمال النصاب تاجيل كان كفيلا بدفع المتظاهرين إلى اقتحام المنطقة الخضراء وسط بغداد والاستقرار داخل البرلمان الحواجز الكونكريتية العالية والعوائق الأخرى التي وضعت على أسوار المنطقة لم تمنع المتظاهرين من تسلقها وفتح ثغرات فيها والاندفاع نحو مبنى المجلس بعد إخلائه من النواب والموظفين عملية الدخول لم تشهد مواجهة مع القوات التي تتولى حماية المنطقة الخضراء وإن كانت قد شهدت اعتداء طال النائب عمار طعمة من التحالف الوطني والان الشعب يدخل الخضراء ويقعد في أماكنهم في كراسيهم المرحلة التالية وبحسب المعلومات ستكون المكوثة في البرلمان والإعلان عن اعتصام مفتوح فيه لحين تنفيذ المطالب مع مراعاة التوجهات التي قد تصدر عن اللجنة المنظمة للتظاهرات لجهة الاستمرار في الاعتصام من عدمه تبعا للتطورات المرتقبة سياسيا وشعبيا فيما معلومات الميادين تؤكدوا أن رئيس المجلس سليم الجبوري طلب من زعيم التيار الصدرية تدخل لسحب المتظاهرين من المجلس وعلى الرغم من اقتحام مركز القرار التشريعي من قبل المتظاهرين بقي الوضع في عموم العاصمة بغداد تحت السيطرة حسب ما أكدت القيادات الأمنية عبور المتظاهرين لأسوار المنطقة الخضراء والوصول إلى مبنى البرلمان العراقي عدوا بحسب المعطيات تحولا في مسار التظاهرات لأن المتظاهرين وبحسب تعبيرهم سيقيمون اعتصاما هنا في هذا المكان لحين تنفيذ مطالبهم محمد الفهد من أمام مبنى البرلمان العراقي في بغداد الميادين زعيم التيار الصدرية سيد مقتدى الصدر أكد عدم مشاركته في أي عملية سياسية فيها محاصصة للحكم في العراق الصدر في كلمة له أعلن إيقاف أي عمل سياسي لطيار الصدري إلا إذا كان يتخطى المحاصصة السياسية ومن هنا ليعلم الجميع أنني لم ولن أرضى بهذه المحاصصة المقيتة كأي فرد من أفراد الشعب الذين أخذوا على عاتقهم استرجاع الحقوق المسلوبة فإني في خانة الشعب ولن أجالس أي سياسي مهما كانت مطالبه مهما كانت مطالبه دون الإصلاح الجزري الحقيقي ومن هنا ليعلم الجميع عني ومن معي سوف لن نشترك في أي عملية سياسية سوف لن نشترك في أي عملية سياسية فيها أي نوع من أنواع المحاصصة السياسية الحزبية الصدر أشار إلى أن لا وزير يمثل التيار الصدرية مؤكدا أنه سيعتكف رفضا للمحاصصة أي وزير في الحكومة العراقية سواء من التكنقراط أو غيره هو ليس مرشحنا ولا يمثل إلا حكومته ثالثا أجد أن هناك كتلا سياسية متعاطفة مع الإصلاح الحقيقي ولعل على رأسها كتلة الأحرار لذا أجد من الضروري أن يقاطع الجلسة بل الجلسات التي يكون فيها أي نوع من أنواع المحاصصة جزاهم الله خير جزاء المحسنين رابعا سألجأ إلى الاعتكاف في هذين الشهرين إعلانا عن الرفض الكامل لأي نوع من أنواع المحاصصة قال المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الطرفي مشاورات الكويت قدما رؤيتهما للحل بما يتوافق مع القرار الأممي الفين ومائتين وستة عشر ومع المبادرة الخالجية ومخرجات الحوار اليمني وأضف أن هناك خلافات في التصور بين الطرفين مشددا في الوقت عينه على أن المشاورات كانت إيجابية تقرير مفادنا أحمد عبد الرحمن المشاورات اليمنية تدخل مرحلة اختبار النوايا مع استئناف جلساتها المباشرة جلسات مغلقة خصصة للاستماع لرؤى الوفدين للحل السياسي والعسكري بناء على النقاط الخمس المقدمة من المبعوث الأممي الذي وصف هذه النقلة بالمهمة والضرورية هذه بداية مشجعة وتؤسس لأرضية صلبة لحل تفاهم نحن نعمل حاليا على وضع إطار استراتيجي عام يشمل مقترحات الفريقين يبني على القواسم المشتركة لوجهات النظر التي قدمت ويشكل تصورا جامعا وشاملا عن المحاور والآلية رؤية وفد صنعا طلقت من أربعة مبادئ أساسية تثبيت وقف إطلاق النار والتوافق على تشكيل سلطة انتقالي استنادا على خمس مرجعيات مع تزمين المراحل التنفيذية للقضايا المطروحة بينما اكتفى وفد الرئيس هادي بعرض ملخص لرؤيته مؤكدا فيها مسألة تنسحاب ما وصفها بالميليشيات والمجامع المسلحة والشروع في الإجراءات الأمنية المؤقتة المدخل الحقيقي للحل السياسي الأمني متمثلا في عملية سياسية انتقالية متوافقية هذه السلطة السياسية التوافقية تكون معنية بكل الحلول التي سيخرج بها المفاوضات رؤية الحكومة كانت واضحة لم تخرج من المرجعية الثلاث المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني والقرار دول 22-16 وتسعى نقاشات الأسبوع الثاني من المشاورات إلى الدخول في صلب الحوار لتحقيق اختراق في جدار القضايا الرئيسية لكن ذلك يتطلب الاتفاق على أيهما يسبق الحصان أم العربة خطوة أخرى خطتها مشاورات السلام اليمنية على طريق طويل وغير معبد ويكبر بعد كل خطوة يتيمة طريق لا يحبذ التوقف فيه ويحتاج إلى حث الخطى قدر حاجته لحسن النوايا وتقديم التنازلات المتبادلة التي من شأنها تقريب المسافات أحمد عبد الرحمن من المركز الإعلامي للمشاورات اليمنية في الكويت الميادين أكد رئيس وفد أنصار الله إلى مشاورات الكويت محمد عبد السلام مطالبته بخروج القوات الغازية من اليمن وعودة السلاح إلى مؤسسات الدولة عبد السلام أضاف أن أنصار الله تقدم للجان تنصيق لائحة بالخروق اليومية مجيرا إلى أن الأمم المتحدة لم تستطع العمل على نحو جاد لوقفها وبخصوص المبادرة الخليجية رأى أنها كانت غير عملية بسبب الحرب مشيرا إلى أن الطرف الآخر يتهرب منها لأنها تلزمه أشياء لا يريدها نفى تنظيم القاعدة في محافظة حضر موت ما أعلنه التحالف السعودي عن سقوط 800 قتيل في صفوف تنظيم خلال عملية سيطرة قوات هادي والتحالف السعودي على مدينة المكلة التنظيم أعلن في بيان له أن مسلحي انسحبوا من مدينة المكلة وساحل حضر موت بسبب قصف التحالف السعودي للمنشآت المدنية وقتل العشرات من عناصره أفرجت السلطات في البحرين عن زعيم الجبهة الإسلامية للتحرير محمد علي محفوظ بعدما قضى خمسة أعوام في الاعتقال بسبب مشاركته في مسيرات الحراك الشعبي عام 2011 رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب قال إن على السلطات أن تفرج عن المعارضين السياسيين وأن تحترم خرية الرأي هو واحد من المئات من الأشخاص الذين هم خلف القطبان نتيجة نبالهم من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الدمقراطية في هذه البلاد هو واحد سعيدين بالإفراج عنه لكن للأسف إنه لا زال هناك المئات بالربما الآلاف الذي يجب الإفراج عنهم عاجلا لتعمل تهديئة في هذه البلد وليعمل السلام في هذه البلد لتعمل مصارحة بين الحكومة والشعب الأعياد في فلسطين لا تخلو من منغصات الاحتلال الآلاف الفلسطينيين أتوا للاحتفال بسبت النور لكن قلة منهم وصلت إلى كنيسة القيامة نتيجة قيود الاحتلال تقرير هناء محميد على بوابات القدس انتظر آلاف الحجاج المسيحيين لساعات جاءوا من أقطار الدنيا ليحتفلوا بسبت النور فوجدوا الاحتلال لهم بالمرصاد بين هذه الجموع الغفيرة الطواقة إلى دخول القدس العتيقة لتصل كنيسة القيامة وتشعل فيها الأنوار سنحاول الولوجة لنجرب حظنا في دوامة الحواجز الإسرائيلية لو سمحتت قلونا اي تنائيم صحافي اي تنائيم صحافي بريس مشقة شديدة يكابدها أبناء السيد المسيح عليه السلام في يوم وفي بلد قيامته فيما يتحرك المستوطنون اليهود بحرية احنا دينا ليلة ساحتين ثلاثة قاعدين من ساعة ثمانية قاعدين هنا من ثمانية الصبح وانبرح نفس الموال كده ودخلنا هناك برضي وقفنا في الشارع وفضلنا قاعدين لساعة ستة وروحنا احنا برضي جايين نشوف الأرض المقدسة نشكرين انه ما بيخلونا نفوت هلأ بعدين لديم رؤى الزقف مش للمزمات دي من القدس وبالرغم من كل الظروف في أزقة القدس لا يزال الفلسطينيون يعرفون كيف ينتزعون فرحهم ويطلقون له العنان وحتى يبزغ نور القيامة الذي تنتقل شعلته المتقدة من كنيسة القيامة إلى أنحاء الدنيا لا تخلط طريق من التنغيصات الإسرائيلية لكن النور وما يحمله معه من حياة سيبزغ في نهاية المطاف هنأم حميد القدس المحتلة الميادين المزيد من يهود الولايات المتحدة يبتعدون عن إسرائيل وينضمون إلى حركة مقاطعة إسرائيل البي دي اس ما يثير مخاوف إسرائيلية من تأثير ذلك في هويتهم اليهودية ودعمهم لإسرائيل تقرير علي فقي يهود الولايات المتحدة يبتعدون عن إسرائيل وعدد غير قليل منهم أصبح من المتحدثين البارزين التابعين لحركة مقاطعة إسرائيل البي دي اس وهذا يشكل خطرا على مستقبل علاقات إسرائيل مع أمريكا والإدارة في واشنطن والكلام للقناة الإسرائيلية العاشرة الشريحة السكانية اليهودية بشكل عام تغير نزعتها لكن وسط اليهود الشباب هذا التغير هو الأكثر مفاجأة فهو يدفع شبابا يهودا كثرا للتنازل عن يهوديتهم القلق الإسرائيلي من ابتعاد يهود الولايات المتحدة عن إسرائيل أرجعه محللون إسرائيليون إلى تراجع الرابط الديني لديهم إضافة إلى رفضهم استمرار أعمال إسرائيل القمعية في المناطق الفلسطينية المحتلة اليهود في الولايات المتحدة لم يعد لديهم ما يتعلقون به الرابط الديني انتهى ذات ليس هناك من جوهر يجمع هؤلاء الأشخاص معا ويقول لهم إننا شعب واحد شخصية يهودية هامة في الولايات المتحدة لم تعد تخفي انتقادها الواضح للحكومة الإسرائيلية ونشاطات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تحدث كارثة إنسانية متواصلة في غزة كنت هناك سرت بين الدمار شهدت الأطفال الذين لا يذهبون إلى المدرسة لأنه لا قوت لديهم كان هناك فقر لا يصدق ويأس هذه هي الحقائق المستشفيات والمدارس قصفت إسرائيل عمليا هي المشروع الاستعماري الأخير في عصر لا استعمار مراقبون في إسرائيل قالوا إنه يجب عدم الاستغراب إزاء هذا الكلام الذي يقال من قبل يهود أمريكيين من عائلات صهيونية متأصلة فهم يمرون بالتغيير نفسه الذي تمر به الولايات المتحدة كلها تجاه إسرائيل وصف المغرب قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام بأنه انتكاسة صارخة الخارجية المغربية قالت إن ما حصل يرمي إلى تحوير معايير الحل السلمي وإدراج عناصر غير معترف بها من قبل مجلس الأمن يحتفل العالم اليوم بعيد العمال وعشية إحياء المناسبة نشبت اشتباكات عنيفة في هامبورغ بألمانيا بين متظاهرين وقوات الأمن المشاهد أظهرت إلقاء بعض المتظاهرين الزجاجات والحجارة على رجال الشرطة وقد اعتقل العديد من الأشخاص رفع رئيس الفينزولي نيكولاس مادورو الحد الأدنى للأجور 30% كما رفع مادورو قيمة بطاقة الطعام الشهرية إلى نحو 17 دولارا بسعر السوق السوداء مادورو أشار إلى أن هذه الزيادة ستكون الزيادة الثانية عشرة منذ انتخابه رئيسا للبلاد في نيسان أبريل 2013 وقال الرئيس الفينزولي أنه لا أحد يمكنه إنجاز ذلك سوى رئيس مثل نيكولاس مادورو ابن هوغو تشابس ترأس بيترياركو موسكو وسائل روسيا كيريال قدسا إلهيا حضره رئيس الروسي فلادمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفديف إلى جانب عدد من الساسة والمشطاء الاجتماعيين ألاف المسيحيين الروس شاركوا في قدس عيد الفصحة وهم يحملون الشموع التي أضيئت بالنار المقدسة التي تنبثق سنويا في كنيسة القيامة في مدينة القدسة البترياركو كيريال ألقى كلمة وعذة شدد فيها على أهمية العيش المتواضع ودعا إلى التأخي والمحبة والحكمة في حل الخلافات والآن إلى أبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح مع الزميلة بيسان طرف صباح الخير بيسان صباح الخير خالد صباح الخير مشاهدين جولة جديدة على أبرز ما عنونته بعض الصحف العربية الصادرة هذا الصباح والبداية مع صحيفة الوسط البحرينية وجاء في أبرز عنوينها متظاهرون يقتحمون البرلمان العراقي وأيضا عنونت هذه الصحيفة دول الخليج تحمل الأسد والقوى الدائمة مسؤولية القصف الوحشية على حلب نبقى مع صحيفة الوسط البحرينية الإفراج عن الشيخ المحفوظ بعد خمسة أعوام بالسجن من صحيفة الوسط البحرينية ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي بدورها عنونت العراق على حفة الهاوية اعلنوا الطوارئ وأغلاقوا المداخل بعد فشل جلسة التصويت على حكومة العبادي ومعصوم يدعو للتهدئة حلب تنزف وموسكو إنهم إرهابيون مسؤول روسي نسعى إلى جاري واشنطن للتعاون مع نظام الأسد مشاورات الكويت ثلاث مرجعيات بينها القرار 2216 مفاوضات مباشرة وولد الشيخ قال إن الحوثيين قدموا عرضا يتضمن الانسحاب من عنوين صحيفة الشرق الأوسط ننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية جاء في عنوانها الأول موسكو لنطلب من الأسد وقف الغارات على حلب 80% من سكان سوريا تحت خط الفقر وأيضا في عنوينها اعلنوا الطوارئ في بغداد والصدر يدعو لانتفاضة شعبية كبرى تواصل اقتحامات الأقصى بدعم سلطات الاحتلال ومن صحيفة الدستور الأردنية إلى تونس مع صحيفة الشرق وجاء في عنوانها الأول خلية داعشية خططت لاختيال العباسي وقيادات أمنية كانت تستهدف البيعة اليهودية بالمرسى وأيضا في عنوين هذه الصحيفة وفي رسالة الجزائر تونس تتوسط بين الجزائر والخليج ونصل إلى صحيفة الراي الكويتية في عنوان بارز طوارئ بعد اقتحام البرلمان العراقي والصدر ينتظر ثورة قبرى ونختم أيضا مع عنوان بارز في صحيفة الأهرام المصرية وجاء فيه الصدر يعلن الاعتكافة وينتظر انتفاضة شعبية ألاف المتظاهرين يقتحمون المنطقة الخضراء والبرلمان العراقي هذا أبرز ما جاء من عنوين في بعض الصحفة العربية الصادرة هذا الصباح شكرا للمتابعة ونعود إليك خالد شكرا لك بسان إلى العنوين مجددا الجماعات المسلحة تواصل استهداف أحياء حلو الجيش السوري يرد بالغارات وكيري إلى جينيف لبحث تثبيت وقف الأعمال القتالية معصوم والعبد يدعوان إلى التهدئة المتظاهرون يخلون مبنى مجلس النواب واجتماع طارئ للرئاسات العراقية الثلاث المبعوث الدولي إلى اليمن يقول إن طرفي مشاورات الكويت قدما رؤيتهما للحل في البلاد للمزيد من الأخبار زوروا موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة